اهلا بكم حباب قلبي وحلقة جميلة جدا من امنية وانت حققت بس ما انساش اللايك الجميل ودعمه كل القناة من ابدأ حلقتنا بالجميلة ابهيرة وهي بتحاول تقنع ارمان ان الحل الوحيد ان هما يبادوا عن بعض وكمان يعني بيكون زعلان جدا من الكلام اللي هي بتقولوا يلها ملكيش دعوة دي مشكلتي وانا حلها بتحاول تقنع ان هي مش موسطة في المنزل لما تروح كمان تعد في النزل اللي هو بيت الطلبات يعني عندهم هتكون سعيدة جدا وزي الفراشة كده بتطير وتتحلق في كل مكان وان هي يعني محبوسة في المنزل ده بتحاول كده يعني تفهموا ان هيكون احسن لهم هما الاتنين وما تقلقش من الوعد اللي وعدته لامي انت ساعتيني كتير وحامدتني كمان مني وفراج وبعد ما تقلقش مش عجلك يعني كشبح بالليل وتقولك ما حامدتش بنتي ليه بتبدأ الجميلة يعني تبسط له الموضوع كده لكن هي كمان حزينة من جواها بتقول خلاص كده كده يعني احنا فضل لنا بس عام واكيد يعني هنفترق وانا متعودة عيش لوحزي لكن انت بتحب العائلة ومن صغرى كنت مع العائلة فيعني يستحس ان احنا لابد عن بعض من دلوقت ارمان بيتجاه الكلامها خلص بقول لها هنام ينتع تنامي ولا تعملي ايه بتقول له ممكن يتصور مع بعض بيقول لها ليه يعني بتقول له عشان لما ارتبط بحد تاني يعني اهوريدي صورتك واقول له بقى انا قوية جدا وكنت عايش مع واحد يعني عابس جدا هو كمان يغير كده بيقول لها مين ده بتقول له اكيد يعني هرتبط في يوم من الايام لكن بيقول لها قولي الحقيقة عايزة تصوري معايا ليه بتقول له المسكينة عشان اعلق الصورة يعني على الحق ما فيه الصورة تجمعنا خالص الاتنين بيقفوا مع بعض كده وبتصوروا صورة لذيذة جدا في الوقت ده بقى الجد ما هيش بيكون بيدعي كده للاله بتاعهم يعني عشان ابهيرة وارمان ما تركوش المنزل وابهيرة مسكينة جدا ما تستهلش كل ده لكن بقى روهي بتكون صخطة خالص يعني على اله بتاعهم وبتكون يعني مدايقة جدا عشان ارمان هيترك المنزل ويمشي كمان لكل حاجة تمنتها ما حصلتش ميظهر ارمان تقول ليه مش عارف ينام بيبص الابهيرة كده وبيحس ان هي مسكينة جدا وبيقول لها يعني انا ما تكونتش عايز اللحظة دي خالص بس اهم حاجة عندي طبعا العائلة واهمة كمان من نفسي ابهيرة بقى بعد ما بيخرب بتقوم بتكون هي كمان ما نمسش وبتفهم ان هو اختار العائلة وان كمان هيتركها يعني بتقوم بقى بتحضر الملابس بتاعتها وبتمنع من نفسها من البكاء بتقول انا متعودة كده على الوحدة ادو معز يقول لها وبعدين في اي وقت كده من غير ما حد ما يلاحظ اهرد من هنا عشان العائبس ما يشلش يعني ولا يتحمل المسئولية بتاعتي ابد بتكون انس كده مش هميمها اي شيء وانا كمان هتعيش وحدها وعتها من اي يعني وتعيش ازاي كان هميمها خالص يعني العائبس ان هو يفضل معال عائلة وكمان مايرغمش نفسه عشان وعده لمامتها في الوقت ده فيتجة بتكون معادية وشافتها هي بتحضر الملابس بتاعتها بتكون طبعا دايقة جدا تظهر بقى الجادة مجمع العائلة كلها بتقول لها ارمان مامتك يعني ما عملتش واجبها كأم انا خدت قراري خلاص ولسه ارمان بيجاوب عليها لكن بتوقفهم فيتجة بتقول محدش هيقول قرار دلوقتي وانتي كمان يا امي قرارك مش هيستمع قراري انا كأم ان ابيه لو ارمان استحالة يسيبوا المنزل ابدا وعن بقى سيدة كافيلي بتكون يعني مش مستغربة خالص بتقول لها انتي بتنشي ضدي بتقول لها لا استحالة عامل حاجة زي كده مثلا من ساعة ما جيت المنزل واشية كمان طوع كلامي كنتي كمان اللي علمتيني اهم حاجة سعادة العائلة بس لازم ما نفرقش ما بين الاطفال لو كليش اتجوز ولا اران ولا كمان شارو حصل الشيء ده هل انتي هتتجيهم وزوجاتهم كمان من المنزل الجادة بتجرحها بكلامه بتقولها ارمان مش من دمك فيتجة بتجرح كده وتدص لها بتقولها بس من دمك انتي من ساعة ما جاء المنزل وانا كمان كنت مجروحة جدا بس انتي علمتيني النازم ادوس على قلبي واستحمله كمان انا كويس جدا لانا يعني ربيه التفل زي ده الامهات المحظوظين بس اللي بيينالوا ابني زي ارمان لك ده انا ما كنتش ام محظوظة ليه ارمان بيوقفها بيقولها لو سمحت مسييش الكلام عن امه كمان بتقوله يعني انت افضل ابني في العالم وكمان بيقولها وانت افضل ام في العالم الجادة بتوقف مشاعرهم كلها وبتقولهم يعني الحب مش كافي لادارة المنزل لكن فيدي بتقول لا اكيد كافي الجادة بقى بتهجم على ابيهرة بالكلام وان هي يعني سبب كل خلاف حصل في المنزل بتقول لها يعني يا فيدي هي السبب اللي خلتني أتكلم معاكي دلوقتي جدا بتقول لها مش قلتلك هي اللي حردتك علي لكن بتقول لها لا هي فتحت عيوني وكمان حاستني قد إيه أنا وباباها والعيلة كلها ظلمين أرمان سيدة فيديا بتكون جريئة والأول مرة وكمان يعني بتقول لو حد سمع ولا الصحافة يوقفوا كمان إنهم ما يروحوا للشركة وكمان يتولوا الأضايا طبعا أبهيرة بتقول أنا أسفة جدا مش عايزي أكون تشجره بسببي لكن فتجة برضو بتكون جريئة في حتة جي وبتقول لها الكلام ده نازم كنت أقوله من زمان جدا بتكون مصدومة من كلام فتجة أول مرة تكون جريئة كده وتخالفها وكمان فتجة بتكون بقى متعصبة جدا متحمسة كده للكلام وبتقول استحالة أرمان وأبهيرة يسيبوا المنزل ولو كمان يعني حارب الجميع في الوقت ده وأخيرا السيدة كافيري بتغير رأيها وبتقول لها والعائلة كلها عايزهم يكونوا موجودين خلاص خليهم موجودين بينزلوا الاتنين ياخدوا المباركة بتاعتها لكن بتمنحها وكمان بتقول لها أنت عايزها تفضل في المنزل بس مع الوقت أنت اللي عتترودها يا أرمان من المنزل العائلة كلها بقى بتحضن أرمان وبيكونوا فرحانين جدا وكمان بيهللوا كده بقى للتشجيع اللي فيزيان هي كانت جريئة وغيرت كمان قرار الجد كل عائلة كلها بتكون مجتمعة في حضن أرمان بيصحب كده أبهيرة وكمان بيحضنها معها الجميع لكن بقى المحامي سانجاي متضايق جدا كان يعني ما صدق أن أرمان هيخرج من المنزل ومن الشرك وبكده هياخد نص الأواضي وأبهيرة كمان لما تتعايي أن محامية تاخد نص الأواضي هو اللي هيكون خسرا والجدد بتكون وقفة غاضبة جدا من الكلام فيديا بينيجي بقى للمحامي دي يكتشف أن شاره هي اللي سرقت الأوراق من المنزل وجابتها بيهجم عليها بالكلام وبيقول لها يعني زي تعملي حاجة زي كده لكن هي بتكون جريئة كمان وبتقول له أنا عملت كده عشانك أنت أنا بحب أنا عارفة أن المفروض ما يكونش فيه مشاعر ما بيني وما بينك لكن أنا أسفة جدا وكمان هقدم استقالتي حالا هي كمان بتكون ماشية وهي غاضبة بيسحب إيديها كده ومسح لها دموعها وبيقول لها يعني استحالة تمشي من هنا وهغير أي قانون عشانك أنت وتفتكديش أنت الوحيدة يعني فيه مشاعر من ناحيتك لي أنا كمان معجب بيك بيقربوا هما الاتنين من بعد وعايزي أقول لها على شيء أنك بيجي اتصال مهم بيبعدوا كده يعني عن بعض وبتظهر بقى أبيهنا وهي بتشكر السيدة فيتجة على الإنجاز اللي هي عملته جمان بتأسف لها على كلام اللي قالته يعني قابليها بيوم وكانت حدة جدا معاها لكن فيتجة بتقول لها لا أنا اللي عايز أشكرك كان زماني دلوقتي قاعدة ببكي على أرمان وحزينة جدا عشان ترك المنزل وبتفاجئها كده بتقول لها استني وبتطلع أساور جميلة جدا وبتدها لها بتقول لها أبيهنا لأ دي لي أنا لأ خلي بالك أنا كنت بنسى كل أشيائي وأنا صغيرة بتفضل كده تقول كلام يعني عشان ما تقبلش الهدية لكن فيتجة بتقول لها ما تخافيش خالص بتلبسهم كمان في إيديها بتقول لها لأ أنا عندي كمان طلب ما تخافيش يعني مش الأساور دي من غير سبب لو صمحت وعديني أنك هتستندي أرمان في كل شيء وتفضلي مع علي الأبد طبعا أبيهنا بتكون بقى متوترة ومش عارفة تعمل إيه يعني بتقول لها ماشي وكل حاجة تمام بيجي مذهب بقى بيقول لهم يعني أجي في وقت تانية لكن أبيهنا بتتحك كده بتقول له اعتبر يعني الغرفة غرفتك وكمان هو بيشكر فيتجة ناية تقبلت أرمان وأبيهنا لكن فيتجة بتقوله أنا بقى عملت كده عشان خاطر ابني وبيظهر أرمان وبيشوف حقيبة أبيهنا بيقول هي كانت شغال أحسن ولا إيه قابلي كده عايزة تهرب على طول بتضخروه بتقوله مش كنا هيكون أحسن لو كانت هارجت لكن هو بيجي معنها بكلام بيقول المسكينة كدها تمشي عشان خاطري أنا لكن هي بقى عازة تعرف إيه القرار اللي كان واخده هيختار العائلة وروهي ولا هيختار أبيهرا بيقول لها يعني قراري مش مهم لكن أبيهرا بتدخل وبتقول له كمان نازم أعرف أنا كمان وبيتفاجئ بقى أن أساور جدته في إيد أبيهرا بيقول لها الأساور دي جات إزاي هي أبيهرا بتقول له بقى هي بتاعت جدتك كمان دي ممتق خلتني أوعيدة أن أنا عفضل معاك على طول روهي بقى بتتضايق جدا أنت بتخلي حد يعني يتأمل بشيء مش هيحصل ليه أنت يعني مش هتكملي سنة وحتمشي انتتي ولا إيه أبيهرا بتقول له لا كويس إن إنش موجودة أنت كل يومين يعني بتفقريه بالشيء ده وأكيد حتكوني مرسوطة أكتر واحدة لما ممشي يعني من المنزل بيبضلوا هما الاتنين يتكلموا في الموضوع ده وتشجروا كده مع بعض روهي كمان بتكون مدايقة جدا بتقولهم حدروا بقى لها تعملوا يعني وتقولوا إزاي أبيهرا عتسيب المنزل أرمان بيقولها لما يجي يعني وقتها روهي بتقول لها أكيد مش هكون فرحونة أكيد هكون زاعدانة بتقول لها لا أنت كذابة أكيد أنت أكتر واحدة عتكوني فرحونة يعني إن أنا مش هكون موجود أرمان بيوقف الكلام وبيقول لما يجي وقتها نبقى نفكر هنعمل إيه وروهي بتقول ممكن استأذر عندي عمل عايز أعمله روهي يعني مش مشكلة لما هي مشتغلتش وقعدت في المنزل أبيهرا بتقولوا مفيش مشكلة ولا أي شيء بس هي ما عنداش عمل زي ممتق وعمتك ولا الجدة كمان هي بس عملها إن هي تدخل ما بين اللي اتنين بابت أشجروا مع بعض وكمان بيقربوا من بعض وإلى اللقاء في حلقة جديدة